السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا صغاري كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بأفضل حال أنا المعلمة رناد عبد الرحمن الطعيمي وزميلي بندر سننطلق سويا في رحلة ممتعة لنبحر في مادة لغتي ونتعلم القراءة بشكل صحيح أيضا الكتابة بخط جميل أيضا التحدث بطلاقة والاستماع والإنسات هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة لغتي موضوع الدرس الأداء القراءة زائد التراكيب اللغوية دائما أبدا يا صغاري خيروا بداية نبدأها في أي عمل نقوم به هي اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا يا صغاري غلاف المادة يا ترى غلاف مادة ماذا؟ أحسنتم غلاف مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وهنا يا صغاري الفهرس ما المقصود بالفهرس؟ أحسنتم هو دليل الكتاب ما فائدته يا ترى؟ أحسنتم أعرف عدد الوحدات الدراسية أيضا أعرف أرقام الصفحات أحسنتم أيضا أعرف عنوين الوحدات أيضا أعرف ألوانها الزاهية الآن صغاري الرائعين والمبدعين عندما أقول لكم أريد منكم الانتقال إلى الوحدة الثالثة نبحث سويا هنا الوحدة الثالثة هنا عنوان الوحدة أخلاق المسلم ننتقل إلى الدرس الأول التعاون هنا الدرس الأول التعاون مباشرة أجد ماذا؟ أحسنتم مباشرة أجد رقم الصفحة إذن الفهرس يساعدني في الانتقال السريع بين صفحات الكتاب صغاري الرائعين والمبدعين هل الفهرس فقط موجود في لغتي؟ أحسنتم بالطبيعي لا يوجد في جميع الكتب إما كتب دراسية أو كتب إثرائية أيضا القصص والكتب التاريخية هنا يا صغاري غلاف الوحدة يترى ما رقم وحدتنا؟ أحسنتم رقمها ثلاثة إذن الوحدة الثالثة وعنوان الوحدة؟ أخلاق المسلم أحسنتم ومجالها؟ مجالها قيمي إذن الوحدة الثالثة عنوان الوحدة أخلاق المسلم ومجالها قيمي لأنها تتحدث عن القيم سئلت حائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن إذن صغاري الرائعين والمبدعين وحدتنا هي الوحدة الثالثة بعنوان أخلاق المسلم إذن صغاري الرائعين نكمل صغاري الرائعين والمبدعين تعرفنا في درسنا السابق على مكون أُنمي لغتي سنتعلم اليوم بإذن الله قراءة الجمل قراءة صحيحة خالية من الأخطاء وأنا متأكدة أن الجميع يستطيع القراءة بشكل صحيح أيضاً أستخرج الكلمات التي تحتوي على الظواهر الصوتية رقم ثلاثة أكمل حسب المطلوب ماذا سنفعل يا معلمتي؟ أولاً صغاري الرائعين أريد منكم جلسة صحيحة أحذر كتابي وقلمي أستمع إلى معلمتي بعد ذلك نقرأ الجمل قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل أقرأ الجمل وألاحظ الكلمات أستخرج من النص أيضاً أكمل حسب المطلوب صغاري الرائعين والمبدعين هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا هبنا ننطلق الآن صغاري الرائعين والمبدعين سنتعرف على الظواهر الصوتية أولاً هنا صديقتنا ألو الشمسية ألو الشمسية ما بها؟ أحسنتم تكتب ولا تنطق أيضاً حروفها أربعة عشر حرفاً ثم بعد ذلك تأتيني ألو القمرية ألو القمرية ما بها يا ترى؟ أحسنتم يا مبدعين تكتب وتنطق أيضاً حروفها أربعة عشر حرفاً بقية الحروف بعد ذلك تأتي لماذا؟ أشكال التنوين يوجد لدينا ثلاثة من أشكال التنوين أولاً تنوين بالكسر ويكون أسفل الحرف مثل حديقة نلاحظ هنا تنوين الكسر بدر أيضاً هنا نلاحظ تنوين الكسر ثانياً تنوين بالضم ويكون أعلى الحرف مثل أطفال أيضاً عادل وأخيراً تنوين بالفتح ويكون أعلى الحرف وتنوين الفتح يأتي لها صديق ملازم لها وهو أحسنتم الألف مثل صباحاً نلاحظ هنا أما التاء المربوطة لا تأتي معها الألف مثل عامرة أيضاً أشكال التنوين ثلاثة إما تنوينهم بالكسر يكون أسفل الحرف أو تنوينهم بالفتح أو تنوينهم بالضم يكون أعلى الحرف بعد ذلك تأتيني التاء المربوطة والتاء المفتوحة التاء المربوطة إما أن تكون منفصلة بهذا الشكل أو تكون متصلة أيضاً التاء المفتوحة تفتح يديها الجميلة بعد ذلك تأتيني الشدة صغالي الرائعين والمبدعين قلنا أن أصل الشدة ماذا؟ حرفان اثنان حرف ساكن وحرف متحرك التقوا سوياً فأصبحت حركتهم الشدة مثل كلمة غناء أين الحرف المشدد هنا؟ أحسنتم هو حرف النون عندما أريد أن أعيده إلى أصله يصبح مرة ساكن ومرة متحرك مرة ساكن ومرة متحرك بحركة ماذا؟ أحسنتم بحركة الفتحة بعد ذلك تأتيني ماذا؟ المدود الأصدقاء الثلاثة مد بالألف مد بالواو ومد بالياء أولاً مد الألف يأتي قبله فتحة مد الألف يأتي قبله فتحة مثل كلمة سماء أين حرف المد؟ أحسنتم هنا حرف المد والحرف الممدود هو الحرف الذي يسبق حرف المد يسمى بالحرف الممدود إذن مد الألف يأتي قبله فتحة بعد ذلك مد الواو يأتي قبله ضمة مثل كلمة أكون أين حرف المد؟ أحسنتم هنا حرف المد الواو والحرف الذي يسبق حرف المد يسمى بماذا؟ أحسنتم بالحرف الممدود وفي مد الواو تكون حركته الضمة وأخيراً حرف مد الياء يأتي قبله كسرة يأتي قبله كسرة مثل كلمة سعيد أين حرف المد؟ هنا حرف المد هنا حرف المد والحرف الذي يسبق حرف المد يسمى بماذا؟ بالحرف الممدود وفي مد الياء تكون حركته الكسرة صغاري الرائعين إذن حروف المد ثلاثة مد بالألف مد بالواو ومد بالياء حتى أقول أن الكلمة تحتوي على حرف مد يجب أن تكون حروف المد ما بها مجرد من الحركات أي خالية من الحركات الآن صغاري الرائعين والمبدعين أقرأ وألاحظ رقم واحد أقرأ الجمل وألاحظ الكلمات الملونة المطلوب مني ماذا؟ ملاحظة الكلمات الملونة تكون ملونة باللون ماذا؟ أحسنتم ملونة باللون الأحمر هنا جملة رقم واحد هنا اثنان وهنا رقم ثلاثة صغاري الرائعين الآن معلمتي تقرأ وتابع قراءة معلمتي إما بقلمي أو بإصبعي اتفقنا؟ هيا بنا مستعدون؟ هيا بنا في يوم البيئة العالمي طلب المعلم من تلاميذه المشاركة باقتراحات رقم اثنان رقم اثنان فبالتعاون نجتاز الصعوبات وتشيع المحبة بين الناس رقم ثلاثة أحضر المعلم الشتلات وما إن شارف اليوم الدراسي على الانتهاء حتى كانت الساحة حديقة غناء الآن صغاري الرائعين أريد منكم ملاحظة الكلمات الملونة اتفقنا؟ سأترك لكم دقيقة واحدة لملاحظة الكلمات يبدأ الوقت ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر إذن صغاري الرائعين والمبدعين انتهى الوقت إذن جملة رقم واحد في يوم البيئة العالمي طلب المعلم من تلاميذه المشاركة باقتراحات أين الكلمات الملونة؟ أحسنتم البيئة أحسنتم يا رائعين تحتوي على ماذا؟ أحسنتم اللون قمرية أيضا أيضا مد بالياء أحسنتم يا رائعين أيضا ختمت الكلمة بتاء مربوطة يا ترى هنا التاء المربوطة متصلة أم منفصلة؟ متصلة أحسنتم أين الكلمة الأخرى؟ اقتراحات أحسنتم يا رائعين تحتوي على ماذا؟ أحسنتم هنا مد بالألف أيضا هنا مد بالألف وختمة الكلمة بماذا؟ بتنوين بالكسر أحسنتم يا رائعين ننتقل إلى جملة رقم اثنان فبالتعاون نجتاز الصعوبات وتشيع المحبة بين الناس أين الكلمة الملونة؟ تشيعوا أحسنتم يا رائعين تحتوي على ماذا؟ على مد بالياء أحسنتم جملة رقم ثلاثة أحضر المعلم الشتلات وما إن شارف اليوم الدراسي على الانتهاء حتى كانت الساحة حديقة غنى أين الكلمات الملونة؟ أحسنتم الشتلات هنا بدأت بماذا؟ بأل شمسية أحسنتم يا رائعين أيضاً يوجد هنا مد بالألف أحسنتم ختمة الكلمة بتاء مفتوحة تفتح يديها الجميلة الكلمة الأخرى شارف أحسنتم هنا تحتوي على مد بالألف أحسنتم يا رائعين تبقى لدي كلمة واحدة حديقة أحسنتم يا رائعين تحتوي على ماذا؟ مد باليا أيضاً تنوين بالفتح وختمة الكلمة بماذا؟ بتاء مربوطة متصلة أم منفصلة؟ متصلة أحسنتم يا رائعين نكمل الآن رقم اثنان أقرأ الجمل وألاحظ الحرف الممدود اتفقنا يا صغاري أن يوجد لدينا ثلاث حروف للمدود مد بالألف مد بالواو ومد باليا المطلوب منه قراءة الجمل وألاحظ الحرف الممدود اتفقنا الحرف الممدود وهو الحرف الذي يسبق حرف المد نقرأ الجملة أخذ التلاميذ يفكرون ويتشاورون فيما بينهم فقال فواز خلف المدرسة ساحة واسعة لما لا نزرعها لتصبح حديقة إذن صغاري أقرأ الجمل وألاحظ الحرف الممدود أقلنا الحرف الممدود هو الحرف الذي يسبق حرف المد هنا التلاميذ أحسنتم تحتوي على مد بالألف والحرف الممدود هنا حرف اللام أحسنتم أيضا تحتوي على مد باليا والحرف الممدود هنا هو حرف الميم إذن الحرف الممدود هو الحرف الذي يسبق حرف المد يفكرون هنا مد بالواو أحسنتم الحرف الممدود هو الحرف الذي يسبق حرف المد يتشاورون هنا مد بالألف والحرف الممدود هو الحرف الذي يسبق حرف المد أيضا مد بالواو وهنا الحرف الممدود هو حرف الرأ أحسنتم يا رائحين أيضا فيما أحسنتم هنا مد بالألف والحرف الممدود الذي يسبق حرف المد وهو حرف الميم أحسنتم فقال هنا حرف المد الألف والحرف الممدود حرف القاف أحسنتم يا رائعين أيضا ساحة هنا مد بالألف والحرف الممدود حرف السين أحسنتم واسعة مد بالألف والحرف الممدود هو حرف الواو أحسنتم يا رائعين لا مد بالألف والحرف الممدود هو حرف اللام إذن صغاري اتفقنا أن الحرف الممدود هو الحرف الذي يسبق حرف المت مثل فقال أين الحرف الممدود هنا؟ أين الحرف الممدود؟ حرف القاف أحسنتم يا رائعين فيما هنا حرف الميم أحسنتم يا مبدعين نكمل الآن أقرأ الجملة وألاحظ الحرف المضاعف اتفقنا يا صغاري المقصود بالحرف المضاعف هو الحرف أحسنتم أصله ساكن ومتحرك تكون حركته الشدة إما شدة بالفتح أو بالضم أو بالكسر الآن معلمتي تقرأ وتابع قراءة معلمتي قسم المعلم التلاميذ مجموعات وخص كل مجموعة بعمل أين الحرف المضاعف؟ حيا صغاري نمسك الأقلام ونبحث أين الحرف المضاعف؟ أحسنتم قسم حرف السين هنا الحرف المضاعف عندما أريد أن أعيده إلى أصله يصبح أحسنتم مرة ساكن ومرة متحرك بحركة الفتحة أحسنتم المعلم أين الحرف المضاعف؟ حرف اللام أحسنتم يا مبدعين عندما أريد أن أعيده إلى أصله تصبح لام ساكنة ولام متحركة بحركة الكسر أحسنتم التلاميذة هنا حرف التاء هو الحرف المضاعف عندما أريد أن أعيده إلى أصله يصبح مرة ساكن ومرة متحرك هنا بحركة الفتحة أحسنتم يا رائعين خاصة هنا أحسنتم هنا حرف الصاد والحرف المضاعف عندما أعيده إلى أصله يصبح مرة ساكن ومرة متحرك بحركة الفتحة أحسنتم يا مبدعين كل هنا حرف اللام أحسنتم يا رائعين لام ساكنة ولام متحركة بحركة الفتحة أحسنتم إذن أقرأ الجملة عذرا وألاحظ الحرف المضاعف وقلنا المقصود بالمضاعف أي المشدد تكون حركته الشدة وقلنا أصل الشدة حرفان اثنان حرف ساكن وحرف متحرك نكمل الآن رقم أربعة أقرأ الجملة بصوت معبر المقصود بصوت معبر أي بتغيير نبرات الصوت نستمع إلى قراءة المعلمة ما أجمل الحديقة ما أجمل الحديقة هيا صغاري نقرأ سويا بصوت معبر ما أجمل الحديقة أحسنتم يا رائعين الآن صغاري رائعين هنا صديقنا الكوالا لديه العديد من البطاقات نريد قراءة السؤال داخل البطاقة ثم بعد ذلك الإجابة على السؤال اتفقنا مستعدون هيا بنا ثلاثة كلمات بها مد بالألف يريد مني ثلاثة كلمات بها مد بالألف هيا صغاري ننتقل إلى النص القرائي ونبدأ البحث دقيقة واحدة يبدأ الوقت إذن أريد ثلاثة كلمات تحتوي على مد بالألف مثل أحسنتم العالمي هنا تحتوي على مد بالألف أيضا المشاركة أحسنتم يا رائعين أيضا أيضا صغاري يتشاورون أحسنتم يا رائعين نكمل ننتقل إلى البطاقة التي تليها ثلاثة كلمات بها مد بالواو وقلنا صديقة مد الواو ما هي الضم أحسنتم هيا صغاري ننتقل إلى النص القرائي ونبحث سويا هيا بنا يحافظون أحسنتم يا رائعين هنا مد بالواو أيضا يفكرون أحسنتم أيضا يتشاورون أحسنتم يا مبدعين ننتقل إلى البطاقة التي تليها ثلاثة كلمات بها مد بالياء وقلنا صديقة مد الياء الكسرة أحسنتم يا رائعين هيا صغاري ننتقل سويا إلى النص القرائي ونبحث سويا هيا يا مبدعين أحسنتم أحسنتم التلاميذة أيضا تسقيها أحسنتم يا مبدعين تبقى لديك كلمة واحدة هيا صغاري حديقة أحسنتم يا رائعين ننتقل إلى البطاقة الأخيرة ثلاثة كلمات تحوي حرفا مضعفا المقصود بحرفا مضعفا أي مشدد هيا بنا نمسك الأقلام ونبحث سويا هيا يا مبدعين أحسنتم فواز هنا حرف مضعف أيضا غناء أحسنتم أيضا تبقى لديك كلمة واحدة المحبة أحسنتم يا مبدعين إذن صغاري أستخرج من النص ثلاثة كلمات بها مد بالألف التعاون العالمي باقتراحات ثلاثة كلمات بها مد بالواو يحافظون يفكرون يتشاورون ثلاثة كلمات بها مد باليا البيئة تلاميذه تسقيها ثلاثة كلمات تحوي حرفا مضعفا فواز رد الساحة الآن صغاري الرائعين والمبدعين ننتقل إلى الكتاب المدرسي نكتب الإجابة في مكانها المناسب مضبوطة بالشكل نصف دقيقة يبدأ الوقت إذن صغاري الرائعين والمبدعين انتهى الوقت نكمل رد حازم الساحة واسعة ونحن صغار فكيف يمكننا أن نزرعها نكمل رقم اثنان أكمل الجمل الآتية بكلمات تنتهي بتنوين كسر تنوين الكسر يكون أسفا الحرف وفي اليوم التالي قسم المعلم التلاميذة فراغ وخص كل فراغ بفراغ يتعاون أفرادها على إنجازه هيا ننتقل إلى النص نبحث أريد كلمات تنتهي بتنوين كسر أحسنتم يا مبدعين وفي اليوم التالي قسم المعلم التلاميذة مجموعات أحسنتم هنا تنتهي بتنوين كسر وخص كل مجموعة أحسنتم يا مبدعين هنا أيضا تنتهي بتنوين كسر بعمل أحسنتم يا مبدعين أيضا تنتهي بتنوين كسر يتعاون أفرادها على إنجازه إذن تصبح الجملة وفي اليوم التالي قسم المعلم التلاميذة مجموعات وخص كل مجموعة بعمل يتعاون أفرادها على إنجازه نكمل رقم ثلاثة أكمل ما يأتي بكلمات مبدوعة بهمزة وصل على نمط المثال الأول نقرأ الكلمة اقتراحات هنا بدأت بماذا؟ بهمزة وصل هيا صغاري نبحث أريد كلمات مبدوعة بهمزة وصل مثل المعلم أحسنتم المدرسة أحسنتم ويوجد يا صغاري العديد من الكلمات إذن اقتراحات استطعنا البيئة اقتناء استمرار نكمل الآن أكمل ما يأتي بكلمات مبدوعة بهمزة قطع على نمط المثال الأول أمر هنا نلاحظ ماذا؟ أن الكلمة بدأت بهمزة قطع هيا صغاري ننتقل إلى النص ونبحث هيا نبحث سويا أحسنتم يا مبدعين أجاب هنا بدأت بهمزة قطع أيضا أن أحسنتم يا مبدعين أمرنا أحسنتم يا رائعين يوجد العديد من الكلمات نكتفي بهذا القدر إذن أمر أخذ أجاب أجمل أفرادها إذن صغاري رائعين هنا قمنا أكمل ما يأتي بكلمات مبدوعة بهمزة قطع على نمط المثال الأول أمر أخذ أجاب أجمل أفرادها وإلى هنا صغاري رائعين والمبدعين وصلنا إلى ختام رحلتنا الممتعة صغاري رائعين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكل شوق بإذن الله لألقاكم في حصص قادمة معلمتكم رناد عبد الرحمن الطايمين ترجمة نانسي قنقر